أفلام سينمائية في السينما المصرية قدت إلى تغيير قوانين زي مثلاً أريدوا حلاً وكان به مشكلة التلاق هل الأعمال السينمائية التي تعرضت إلى مسائل دينية خاصة بالمسيحيين قدرت تغير حاجة؟ لا ما أقدرش أقول كده لأنه القوانين هنا مختلفة شوية لكن اللي أنا متأكدة منه مثلاً في 1-0 تحديداً أنه حرق الميارة كده أي وأنه يعني ساعد مجموعة من الناس أنه هم يفتحوا الملف ده ويبقى ملف بيتم نقاشه وصلوا لإيه الحقيقة ما أعرفش لكن أنا فاكرة أنه هم تواصلوا معي ساعتها وكان فيه تواصل بسبب الفيلم وكده أنه الفيلم ساعدهم أو عبر عنهم فخلى الأزمة بتاعتهم قابلة أنها تتحط على الترابيزة وتتناقش أعلناً مش أنه إحنا بنعني من حاجة بس مش قادرين يعني نجاهر بمشكلتنا بتالي دي يعني إحدى وزائف الفن بالضبط في الدنيا كلها ترجمة نانسي قنقرين